بسم الله الرحمن الرحيم سيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم اسمح ليفنم أعرض أمام حضراتكم استراتيجية وزارة الانتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي استراتيجية تستهدف ثلاث أهداف رئيسية لبناء مصر الرقمية الهدف الأول هو الخدمات الحكومية واستحققات المواطن لدى الحكومة أن تقدم بشكل مميكن وحوكم وسهل المستهدف الثاني هو اكساب أكبر عدد ممكن من المواطنين مهارات رقمية مختلفة وإثراء مصفوفة الكوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترم بهذا الهدف الهدف الثالث هو جذب أكبر عدد من الشركات العالمية وتشجيع أكبر عدد من الشركات المحلية للتوسع في مقار وفروع ومراكز تعهيد لها في مصر الفكرة في اتصال الهدف الثاني والثالث هو تخليق العرض من خلال التوسع في المهارات والكوادر المدربة ثم تخليق طلب لاكتذاب هذه المهارات وبالتالي تخليق فرص عمل أكثر ما يربط الثلاث أهداف مع بعض هو أنها جميعا تتمحور حول المواطن فاستراتيجية مصر الرقمية هي استراتيجية تتمحور حول استحقاقات المواطن وتلبية احتياجاته من هذه الاستراتيجية بدأنا فيه العمل على أربع محاور بشكل متزامن وموازي الموازي المحور الأول هو التعاون مع كافة الوزرات والجهات المقدمة للخدمات في الدولة لتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها ثم ميكانتها وإتحتها بشكل مرقمن وحاول أشرح لحضراتكم منافس تقديم الخدمة المختلفة طبعا دوما متصل بتقديم خدمات مرقمنة أن ندعم البنية التحتية من حيث الانتشار ومن حيث الثبات والسرعة وبالتالي نفاذ أكبر عدد من المواطنين على المنظومة السابرانية أو على الانترنت المحور التالت هو تمكين أكبر عدد من المواطنين من المنافسة بفاعلية في سوق العمل في الاقتصاد الرقمي سواء سوق العمل المحلي أو على المستوين الإقليمي والدولي ثم المحور الرابع تشجيع رواد الأعمال والفكر الابتكاري والعمل الخلاق دوما يعني كما نعرف جميعا صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة ترتكز على الإبداع وعلى المهارات وعلى الفكر الإنساني ومن ثم يعني دوما هذا هو محور الاستراتيجية أن نساعد أكبر عدد من شبابنا على تخليق أفكار جديدة وعلى بالتالي القيام بمشروعات وإن بدت صغيرة ولكن لها فرصة في النمو يمكن المحور الأول الخاص بالتحول الرقمي وميكنت كافة خدمات الدولة بدأنا في عام 2016 بربط قواعد بيانات الدولة المختلفة حتى وصلنا في عام 2020 أن انتهينا من ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية حوالي مئة قاعد بيانات في البنية المعلوماتية المصرية يعني عشان أوضح ميزة هذا الربط وما تحصل عليه المواطن منه أرجع لبداية الجائحة حين تفضلت سيادتك بإصدار توجيه بصرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة تقدمنا أكثر من 7.5 مليون مواطن لصرف هذه المكافأة لو لا البنية المعلوماتية لما كان ممكن أن نضع جدول للأولويات أن ننظم صرف هذه المكافأة في ظل قيود التباعد التي فرضتها الجائحة ثم صرفها بشكل مراقما واخترم بهذا أيضا فتح سبات للمواطنين في مكاتب البريد فيما يعتبر خطوة واسعة في مجال الشمول المالي ثم تفضلت سيادتك في 6 يوليو من العام الماضي 22 بإطلاق منصة مصر الرقمية لما بدأنا المنصة بشكل تجريبي كان عليها 34 خدمة لما تفضلت سيادتك بفتاحها العام الماضي كان عليها 131 خدمة اليوم المنصة عليها 168 خدمة وإن شاء الله نطلق في القريب مجموعة أخرى من الخدمات هدفنا أن نصل إلى 200 خدمة في فترة قريبة جدا بإذن الله هذه الخدمات الحقيقة تشمل مصفوفة واسعة ومتنوعة نقدمها مع الجهات مقدمة هذه الخدمات التوثيق طبعا مع وزارة العدل التموين يمكن معي وزير الزراعة تحدث عن خدمات الزراعة التأمين الصحي رخص المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها كثيرا الجديد بالذكرى أيضا هو المنافذ التي تقدم من خلالها هذه الخدمة لأنه لم تقتصر هذه المنافذ على المنصة الرقمية فقط ولا تطبيق المحمول وإنما أيضا راعينا أن هناك قطعات من أهلنا لا ترغب في التعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا فكان لابد من إتاحة منفذ من خلال مكاتب البريد المصري لكي يتمكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات بمساعدة زملائنا في مكاتب البريد حتى من لا يرغب في التوجه إلى مكاتب البريد ولا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر يمكن أن يتصل برقم سياخن لمصر الرقمية ويتحصل على الخدمة هنا الحقيقة النقلة النوعية أنه يعني يمكن استقر فيه حتى أدبيتنا لفترة طويلة صعوبة الحصول على الخدمات الحكومية وما يعاني منه المواطن لكي يتحصل على استحقاقاته وخدماته من الحكومة اليوم يستطيع أن يتحصل على أكثر من 168 خدمة تحديدا من خلال اتصال تليفوني يجريه مع مركز الاتصال أو باقي الملافذ حيث اعتبر خطوة وثابة لتقديم الخدمات بشكل ميسر ومحوكم يليق بالمواطن المصري لا تقتصر الحقيقة يعني منظومة التحول الرقمي على فقط منصة مصر الرقمية وإنما لدينا مجموعة واسعة من مشروعات الميكانة التي بعضها أتممناها بعضها الآخر يعني في مراحل مختلفة باستثمارات بلغت 45 مليار جنيه يعني ربما لديق الوقت لا أستعرضها جميعا ولكن أنتقي بعضها فقط مع تعليم العالي أتممنا المرحلة الأولى من منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جمعة حكومية في قطاع الطبي أيضا مع وزارة العدل لدينا استراتيجية واسعة لعدالة مصر الرقمية أتممنا منها التقادي عن بعد في المحاكم الاقتصادية حياء هذا المشروع في منتهى الأهمية لأنه كثير من أطراف الدعوة في المحاكم الاقتصادية يكونون من المستثمرين الذين يقيمون خارج مصر فكان لابد أنه ينتقل إلى مصر مع كل جلسة الآن مع أتمام هذه المنظومة يستطيع أطراف الدعوة أن يجروا كل إجراءات الدعوة منذ رفع الدعوة حتى صدور الحكم فيها عن بعد بشكل رقمي كامل لدينا خطة مع وزارة العدل لنشر التقادي عن بعد في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة بالفعل يعني حاليا نبني التطبيق إن شاء الله يتمم في خلال هذا العام ثم نبدأ في نشره في باقي المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة كذلك منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة أتممناها في سبع محافظات وجاري نشرها